اللهم صلي وبارك على أفضل المرسلين وحشتوني جدا 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 وبحبكوا جدا 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 عندنا النهاردة وصفة حلوة قوي من وصفات سلايم بمكونات موجودة في كل بيت ومكونات سهلة جدا نقول بقى باسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الوصفة السهلة قوي مع بعض أول حاجة عندنا معلقتين كبار من النشا معلقتين كبار من النشا النشا ده اللي احنا بنستخدمه في البيت في المطبخ تمام؟ اسمه نشا أو نشا الدراء تمام؟ بعد كده عندنا ملون أي نوع ملون مثلا زي إيه زي ظهرة الغسيل أو أي ملون من الملونات الطبيعية اللي عندنا أو إيه أو مثلا بودرة الأي شهادو بتاعت الميكوب تمام؟ بعد كده عندي معلقة كبيرة من الشامبو معلقة كبيرة من شامبو غسيل الشعر تمام؟ جب المكونات زي ما أنا قلتلك ووعدتكوا إن الوصفة دي سهلة جدا عبارة عن معلقتين كبار من النشا بعد كده حطيت نقطة من الملون وممكن نستغنى كمان عن الملون ده بعد كده حطيت معلقة كبيرة من شامبو غسيل الشعر بعد كده ضفت معلقة صغيرة من زيت أي نوع من أنواع الزيت مثلا أنا أعيز أحط زيت زيتون عادي بس أنا حطيت زيت عباد زيت عباد ده اللي أنا باستخدمه في المطبخ تمام؟ يبقى الوصفة دي سهلة جدا ومفيش أسهل من كده وهبتدي أعجن كويس جدا جدا حسيت إن الملمس ناشف ولسه اللي سلايم ما تكونش معايا بقوم ضيفة حبة من إيه؟ معلقة صغيرة تانية من إيه؟ من الشامبو وهبتدي أعجن كويس جدا 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 لحد ما يلمي معايا حسيت إن إن هو ساح مني هضيف نشا فلازم أعجن بإيدي عشان أحس إن الملمس اللي معايا ده خلاص اتكون اللي سلايم ولا هحتاج حاجة تاني بابتدي أعجن ودخل المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما أتأكد كويس جدا جدا إن كل المكونات لمت معايا وشكلت للسلايم اللي أنا عايزة حسيت إن لسه هو لسه بيلزق هقوم ضيفة نشا تاني عايز أفكركم بحاجة بس إن إحنا لسه مستمرين في وصفات سلايم من وصفات المشتركين فلسه عند وصفة ينزل يكتبها تحت في التعليقات وأنا هنزلها على طول طبعا أنا ضفت نقطة زيت تانية نقطة نقطة زيارة خالص لعشان حسيته إن هو لسه ملمش معايا فالزيت ده برضو بيساعدني زي الشامبو بظلط بيساعدني إن أنا ألم السلايم بتاعي لو حسيت إن هو بيلزق سنة بضيف نشا فأنتو لازم تعجينه بإديكه عشان نعرف بس هو محتاج إيه هو خلاص ابتدى يلم معايا هو محتاج طبعا عجن كتير فابتدى يلم معايا واحدة واحدة بابتدى بقى أمسك اللي في إيدي ده ونزله وابتدى ايه أدخله تاني هابتدى بس هضيف نقطة من النشا نقطة صغيرة خالص وابتدى أعجن تاني لحد ما يلم معايا كويس جدا وهقول لكم دلوقتي الملمس اللي أنا هوصله ده هو ده اللي أنا عايزا بجد الوصفة دي سهلة جدا ورائعة وأنا عملتها قبل كده معاك وبجد حبيتها جدا عشان اتطلبت مني إن أنا أعملها في فيديو منفصل وبجد الوصفة دي أنا عارفتها من وصفات المشتركين الجميلة حد من المشتركين اللي عندنا في قناة يوميات لارا العصولة هو اللي قال لي الوصفة الجميلة دي وقال لي إن دي وصفة سريعة جدا وسهلة وبمكونات موجودة في كل بيت وفعلا طلعت وصفة حلوة قوي 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 عشان كده انتوا اللي بتساعدوني في إن أنا أعمل وصفات سلايم رائعة زيكم بالزبط وبجد كانت وصفة جميلة جدا يا جماعة وبيمط هايل بجد حلوة قوي 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 ومتنسوش طبعا إن الاسلايم اللي بيتعمل بمكونات طبيعية 100% دي مدة صلاحياته بتبقى قليلة غير اللي إحنا بنعمله بمكونات مش طبيعية فبيكون صلاحياتها دي بتكون صلاحياتها يومين ولو حطتها في التلاجة بتقعد أكتر من 10 تيام فلو عايزين نحتفظ بيها في الصيف يا ريت نحطها في علبة مقفولة ممنوعة يعني ميدخلش فيها أي هوا عشان طبعا المكونات الطبيعية دي بتعفن فيا ريت نحطها في علبة مقفولة ونحطها في التلاجة عشان تعيش معي قطول فترة ممكنة وجد وصفة سهلة ورائعة بمكونات طبيعية 100% وجربوها وهتعشقوها زي ما أنا حبيتها بالضبط وهستنى وصفاتكو في التعليقات وباي باي